في عام 2015 قمنا كفريق الإحسان بالتعاون مع منظمة أوبراسيوني كولومبا بدراسة تفاصيل التحديات والمشاكل التي يواجهها السوريين في لبنان وطبعا قمنا باستطلاع رأي بين أوساط النازحين على مختلف الأراضي اللبنانية اجتمعنا مع الكثير من الناشطين للأخذ بأرائهم سمعنا صوت النازحين ماذا يريدون وماذا يخافون وبماذا يحلمون ومن ثم كتبنا مقترحا سميناه مقترح السلام هذا المقترح كان هو تعبير عن صوت هؤلاء النازحين الذين يعيشون على الأراضي اللبنانية أو بالأحرى وبشكل أداء عدد كبير من النازحين الموجودين على الأراضي اللبنانية